وبعده خلال دقائق وساعات ماذا قالوا وهو السبب في ذلك ألسنا نقوم ببسد الذرائع الوصول للمنكر ألا يكون حينئذ هؤلاء يكون وقوف أمامهم ببسد الذرائع الموصل للتكفير بس تعبير البعض عن رأيه هل تعتبر أنه تنظير للتكفير التعبير مجرد تعبير نحن في الحقيقة لا نقف أمام أحد لا نحن نسكتهم ولا هم يسكتون لا نقول أنتم يا أخي الكريم يجب أن تقفوا عند حد معين أيضا نحن نقف عند حد معين ولكن لا يصل إلى حد التفسيق والتبديع والتكفير ونحو ذلك طيب قلت في نفس الرد وقد ذكرنا هذا يعني موقف الرافضين أو المحتجين على رؤية وزير العادل الشيخ العيسى ذكرنا هذا بموقف البعض من توسعة المسعى التي كشفت مستوى الحجر على المقابل العلمي والمناكفات والتشويشات في حين كان من المفترض مبادرتهم بمثل ذلك لا وضع العصي في الدواليب وتأليب العامة بحماسة الجهل والطيش فيما هو اجتهاد تم رفع خلافه باختيار ولي الأمر أن تتحدث عن القاعدة الفقهية المشهورة أن رأي ولي الأمر يرفع الخلاف هل ترى أن رأي ولي الأمر رفع الخلاف في موضوع الاختلاط؟ نعم أين رفع ومتى؟ تعرف أن فقهية الطب عندنا كوية تطبيقية والهندسة وغيرها هناك نظام له ليس مثل كوية النظرية والثنوية المتوسط ونحو ذلك صدر أمر سامي قبل سنتين أو ثلاث سنوات لا أذكر بالضبط هو أن تعامل جانت منك عبد الله ككلية الطب وأيضا كوية تطبيقية ونحوها إذن منح القانونية عندنا مرجعية ولي أمر حين قرر هذا الأمر بأمر سامي قد رفع الخلاف هذه المسألة إذا كان الآخر لم يفهم أو حينئذ يحجر على الآخر يعني ولي الأمر يرفع الخلاف إذا اختار رأيها فقهية نعم من الأراء التي موجودة بالتأكيد يختار ما يراها الأصلح قبل قليل تتحدث عن موضوع المسأة عن الذين رفضوا توسعة المسأة نعم هل تعتبر أن الذين وقفوا ضد الجامعة هم نفسهم الذين كانوا ضد المسأة؟ أو نفس المدرسة؟ تقريبا هناك تشابه لا أقول هم أنفسهم ولكن المنطلقات قريبة من بعض ولكن أنا لا أحمل الذي قال وجهة نظره العلمية في داخل المجالس والاجتماعات ورش العمل وحلقات النقاش لا أحمل مسؤولية وحمل مسؤولية الذين هم في الخارج الذين يحرضون على مثل هذه الأمور ويقفون أمام الناس في المسأة كما نمى إلى علمك بالتأكيد حول هذه المسأة هذه الإشكالية إثارة الفتنة على هذا النحو أيضا فيما يتعلق هل تعتبر أن هؤلاء يقفون أمام المشروع الإصلاحي للملك؟ بعضهم وفي بعض تصرفاته حتى في باب النصيحة حتى إذا كان هناك له وجهة نظر معينة ما تكون بهذا الشكل تحدثت أنت أيضا عن فقه النصيحة وقلت أنه هناك فقه للنصيحة كيف ممكن تلخصنا هالفكرة في دقيقة لأنه لم يبقى لنا الكثير من الوقت؟ أتعلق الموضوع النصيحة ما هو الهدف من النصيحة؟ بالمناسبة النصيحة تشمل إنكر ومنكر وغيره قد يكون النصيحة فيه منكر وقد يكون فيه غيره فهناك عمومة خصوص بينهم إذا رأت أنصح مثلا تركي لا أأتي أمام الناس حتى لو كنت أيضا سوف أنصح في مشروع عام لا يكون أمام الناس هناك حالات معينة قد يقوم با بالتحذير مثل موضوع أي موضوع من المنكرات أو حتى من أولى الكبائر لا بأس لكن نأتي إلى مشروع معين قام به ولي الأمر حتى لو سلمنا جدلا جدلا بحصول شيء معين ما يكون بهذه الطريقة والإثارة أنا لا أخفيك حينما أرى هؤلاء الناس الذين يجمعون الصور والمقاطع هنا وهناك وأكثرها غير صحيح أنا أصبحت أشكك هل هؤلاء فعلا من أبناء هذه البلاد مثل ما حصل في فاجعة جدة الناس الآن موتى وأحالتهم في سياراتهم وأملاكهم وأهم ذلك أرواحهم ومع ذلك يقولون هذه نتيجة الذنوب يا أخي إذا احترق بيتك ومات أحد أبنائك هل تقول أنه من الذنوب تقول أنه ابتلاء أو توقضى وقدر وتقف عند هذا الحد فليما لا تزيد المواجع مواجع بل حتى الحرب اللي موجودة في الجنوب ومتسللين جعلوها أيضا من هذا الباب أين الإسلام أين الوطنية أين الضمير والأخلاق في مثل هذا الباب يعني أنت ضد من يقول بأن ما حدث في جدة هو بسبب معاصي مثلا أهل جدة في فرق بين التسليم أن المعاصي قد يحصل بناء عليها بلاو هناك مجموعة من نصوص شرعية لكن الحكم على حالة معين نتيجة الحالة أو السبب الفلاني هذا محل النظر هذا محل من ناحية الشرعية ومن ناحية أيضا الأخلاقية هم يقولون من ناحية التوقيت كما تحدث موضوع الإختلاط قالوا تحدث موضوع التوقيت التوقيت هذا زمانه بل إن توقيتكم أنتم في مثل هذا الكلام غير مناسب قل في وقت آخر تحدث عن موضوع المعاصي لكن أن ترمي أهل مدينة قريبة من الحرم وفيها خير وقد يكون أكثر من غيرها خير بهذه الطريقة لا مرجعية شرعية تتحمل هذا الأمر وأدلة شرعية ولا أخلاقيات أنا قبل شوي تقول أنه في نصوص تقول أنه المعاصي تسبب البلاء تسبب لك ليس بإطلاق وفضلا عن المعين أن أقول هذه المسألة نتيجة المعاصي هذا محل النظر ثم من الذي في الحقيقة تحمل المسؤولية في جد ليسهم المساكين والضعفة في بطون الأودية هل هكذا هو في الحقيقة تربينا وتعلمنا العلوم الشرعية وإخلاقياتنا الإسلامية شيخ الدكتور عيسى الغيث شكرا لك على هذا الوقت بارك الله فيك حياك شكرا لكم وأنتم أيها وإخوة الأخوات على متابعة هذه الحلقة من إضاءات حتى ألقاكم في حلقة المقبلة هذا سلك الدخيل يترككم في رعاية الله وحفظه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر